بسم الله الرحمن الرحيم عالمنا اليوم في جميع البلاد محتاج إلى كثير من القيم الدينية ومن ضمن هذه القيم التسامح والتسامح قيمة حث عليها ديننا الإسلامي حتى لا يكون هناك حقد ولا حسد ولا تباغض ونحن مطالبون جميعا في جميع البلاد على هذه الكرة الأرضية التي نعيشها إلى هذه القيم الدينية رجالا ونساء وشبابا وشبابا وأطفالا حتى يكون هناك هذه القيمة التي نأخذها من أدياننا ومن ديننا الإسلامي بصفة خاصة المسامحة المسامحة والعفو من ضمن المسامحة العفو عن الناس وعن تجاوز الأخطاء وما إلى ذلك فنحن بحاجة إلى هذه القيمة التي تحث أو يحث عليها ديننا الإسلامي الكريم لأن الإسلام دين عالمي ومن ضمن انتشاره أنه انتشر بالمسامحة والقدوة الحسنة في كثير من الشعوب قدوة الحسنة تسامح تلاقي وما إلى ذلك مما يؤدي إلى إقبال القلوب على هذه القيمة بالإضافة إلى القيم الكثيرة التي يحث عليها ديننا الإسلامي هذه القيمة ينبغي أن تسود المجتمعات كلها رجالا ونساء حتى ننبذ الحقد والحسد والبغضاء ونتجاوز عن الأخطاء التي قد لا تكون مقصودة في كثير من الأمور تسامح قيمة عليا من قيم ديننا الكريم وعندما يسود التسامح هذا العالم يسود كذلك الإخاء والمحبة والتعاون والتلاقي لأن الذي لا يتسامح ينبذ من أي مجتمع من المجتمعات ولذلك تحرس أو يحرس ديننا الإسلامي على هذا الأمر والله سبحانه وتعالى الموفق والمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر